اهلا بكم بناتي وابنائي طلبة وطالبات الشهادة الاعدية طبعا انا عايزكم تبقوا معايا هنرسم النهاردة ونعوض ونعمل دوال وعايز الرسم بتاعنا يبقى شيك كده ومتزركش كده وفيه الوان وفيه بتاع لانه الرياضة جميلة قوي بالرسم والحاجات الجميلة اللي احنا شفناها انا طبعا بتمنى انتوا تبقوا متابعين لهذه الساعة اللي هو نص ساعة لسنة تانية وبعدين انتوا لانه احنا ده سنة تانية بديوا تمهيد وتذكرة للعباقرة تلتة عددية تعالوا نشوف كده احنا كلمنا عن الدلة متى تكون العلاقة دلة وبعين خدناها وطلعنا وقلنا فيه دوال دلة من الدرجة الاولى ودلة من التانية ودلة من التالتة وعادنا نحدد متى تكون العلاقة دلة وقلنا شكل الدوال بتاعتي لو انا بكتبلك دال حيث وبعدين يقول لي من سين الى صاد الى صاد فقلنا ان ده يبقى المجال وده المجال المقابل النهاردة الدلة بتاعتي هتبقى دال من حا الى حا يعني مجالها حا ومجالها المقابل ايضا حا اتمنى يكون اه تمام اتمنى انا طبعا مسكت القلم هما بيقولولي ان انتو يعيني ممكن ما تشوفوش فامسك قلم عادي للحاضر جينا قلنا انواع الدوال عندي الدلة الاولى اللي احنا خدناها قلنا الدلة الثابتة يلا بقى اركز معايا الدلة الثابتة ايه الدلة الثابتة قال لي لو انا بقولك اه مثلا دال سين تساوي تلاتة كلما تغيرت قيمة سين قيمة دال سين لا تتغير يعني لو قلتلك هنا دلة الصفر تطلع لتلاتة دلة الواحد تطلع لتلاتة دلة الاتنين تطلع لتلاتة دلة سالب واحد تطلع لتلاتة وكأنها بتنتج ازواج مرتبة تبقى شكلها كده اهو واحد وتلاتة سالب واحد وتلاتة سالب واحد وتلاتة اتنين وتلاتة خمسة وتلاتة كلها اي ان المسقط الرأسي دائما بالعدد كام تلاتة فبسميها دلة ثابتة ودي دلة ثابتة فبقول عليها دلة صفرية ليه لان انا بفترض ان دا السين تساوي تلاتة سين ثلاتة في واحد والواحد دا كأنها سين قصة صفر مش احنا قلنا اي حاجة قصة صفر بخلاف الصفر بواحد طيب يبقى تلاتة في واحد بتلاتة معنى كده اني تي بقول عليها دلة صفرية يبقى اول دلة احنا هنتكلم عنها هي الدلة السابتة وهي دلة صفرية يعني اعلى قصة متغير فيها بصفر فيش متغير سين طيب ننتقل الى الدلة الثانية الدلة الثانية اللي احنا هنقول عليها الدلة من الدرجة الاولى وتعالى بقى نشوف شكل الدلة من الدرجة الاولى شكلها ازاي يعني لما اجا اقول دال سين تساوي سين زائد واحد بسيطة دلة بسيطة خالص وطبعا الدل من ح الى ح يعني مجالها المقابل مجالها ح ومجالها المقابل ح تعالوا نشوف كده واحنا تعلمنا قبل كده نرسم علاقة بين السين ودل سين كلما تغيرت قيمة سين تغيرت طبعا لذلك دلة سين وبذلك احنا بننشئ جدول كده وطبعا الشكل الجدول ده شكل تنظيمي ممكن سادة الاستاذة كل واحد ده بقى ليه طريقة في عرض الجدول بشكل جميل جدا يقدر يقنع بيه الطريقة النهائية اولا ان عايزك توصل لتي وصل ايه انك كلما بتحط قيمة لسين بيطلع لك قيمة اخرى لذالسين كل ما بحط قيمة لسين بيطلع لقيمة اخرى لذالسين فباخد من الدلة من اه 3 قيم او ا عشر حتى لكن انا باخد 3 قيم لتكون السفر والواحد والسالب واحد احد الحلول لما كن سين بسفر ده السين كلها بكام فبعمل ازاي بقول له ده السين تساوي اشل سين وحط ما كانها سفر تبقى دلة السفر اللي هي دي تبقى سفر زائد واحد بكام بواحد او مكاتب هنا واحد ايه رأيك سهلة طب تعالى نشوف كده دلة الواحد انا استبدلت السين بكم بواحد تمام يبقى انا هستبدل دي بايه بواحد يبقى واحد زائد مين زي ما هي الواحد نتجة ديني كام اتنين او مكاتب هنا اتنين طب تعالى تان ناخد العدد سالب واحد يبقى انا عايز اجيب دلة سالب واحد جميل طب يبقى هشيل سين وقت ما كانها ايه سالب واحد طب سالب واحد لما زود عليها المعكوس الجامع بتاعها ههو نتجة ديني صفر يبقى انا احط هنا صفر انا عندي هنا تلات ازواج مرتبة ادي واحد اتنين تلاتة يعني ازواج مرتبة زي ما اتفقنا الصفر الافقي والواحد رأسي يبقى اول زوج مرتب صفر واحد ايه رأيك ادي اول زوج مرتب تاني زوج مرتب واحد واثنين ادي واحد واثنين واثنين ده تاني زوج مرتب يبقى ده نمرة واحد وده نمرة كام اتنين التالت سالب واحد وصفر ادي تالت زوج مرتب تلات تلات ازواج مرتبة ههو تعالى نمثلهم على الشبكة التربعية اللي هو الشبكة ديكارت اللي هي الشبكة الديكارتية او التربعية او المحاور الديكارتية يعني دايما اقول هنا انا طبعا بقسم دي تقسيمات مزبوطة جدا اه احط المصطرة وقسم 012 عشان كده احنا بنطلبك انك تجيب للرياضيات والجبر كراسة نص سنتي لانه طبعا حدت ورقة تحت انا عامل التقسيمات بتاعتها بالزبط اهي حددها وانا باخد بس انا بعمل كده عشان تمنع الشاشة عندكم وتبقى بالقلم التقيل طبعا هنا هكتب صفر وهكتب هنا واحد هكتب اتنين تلاتة اربعة وهكذا لو احد يقول لي الى ملا نهاية لا ملا نهاية مش هتحطها لخط الاعداد هتحطي فوق ليه لان هي ملهاش مكان انا مش عارف هي فين اساسا والناحية التانية سالب ملا نهاية فوق طايرة كده ليه لانه الى السهم ده لما يبقى وصلها بقى لما يبقى وصلها بقول لي وبعدين هنا واحد اتنين تلاتة الجهة المجابة هنا سالب واحد سالب اتنين لازم نكون الشبكة التربعية بالعقل سالب اه اربعة وهكذا ادي سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة وهكذا طيب انا كده مثلت او اه اعملت تقريبا الشبكة التربعية اللي انا هشتغل عليها وهتميت جدا ان تكون الوحدات اللي انا ماشي بها وحدات سبتة لو انا اه عندي في ورقة الامتحان اه اه ورقة النصص الورقة اللي هي بتاعت اللي دسم بياني فهيبقى متقسمة جاهز احط كده اهتم جدا ان النقطة تتحط على تقاطع الخطين اهتم جدا ان المسافات تبقى واحدة وان انا ابدأ من واحد وهكذا الشبكة البيانية دي اللي هتحدد لي الحكاية بتاعتي طيب تعال انا بقى ناخد الازواج المرتبة انها اشتغلت عليها سفر وواحد فانا عندي هنا سفر همشي في الافقي سفر يعني مش هتحرك واطلع واحد يبقى هزي هي النقطة الاولى اللي انا هقوله ان دي سفر وواحد وحسميها النقطة الف مساء تعالى واحد واثنين يبقى انا همشي كده واحد اهو وهطلع كده لغاية اللي اتنين وهعملها كده اهو وقادي النقطة التانية اللي انا هسميها به اتمنى ان هي تكون بينة في الشاشة احنا قلنا تعم واحد واثنين واحد واثنين هدي هي النقطة التانية النقطة التالتة سالب واحد وصفر قادي سالب واحد وصفر هذه هي النقطة الثالثة سالب واحد في الأفقي وصفر في الرأس طيب تعال نشوف احنا اخترنا نقط اخترنا نقط سالب واحد صفر واحد اتنين وهكذا النقط دي طيب اولا انا عندي مجموعة اسئلة عايزة اشوفها هل ما بين النقطة دي والنقطة دي ما اقدرش اقول سالب واحد الا واحد من العشر مثلا فتيجي هنا طيب نص تيجي هنا ابص لأيها جات هنا طيب ربع ابص لأيها جات هنا النقطة بتاعتها وهكذا الى ان اصل الى انه النقط دي كده لما حطيت الالم تلعوا على استقامة واحدة كده وانا يعني من الاصل كده معرفش ايه الحكاية انا من الاول انا عوضت في القاعدة بتاعتي اللي هو من ديالي وجيت لسمتها فطلعوا لي كلهم على استقامة واحدة عشان كده انا سميت الدلة دي دلة خطية ليه؟ قال لي لاني لما رسمت الدلة اللي هو من دهالي طلعتلي دلة في شكل ترسم خط مستقيم ليس له بداية ولا نهاية مفتوح من الطرفين ماشي من الطرفين كده ليس له بداية وليس له نهاية نهاية لذلك هذه الدلة هي دلة من الدرجة الاولى من الدرجة درجة بينها يا ولاد الله ولاد بينها والله الدرجة الاولى في متغيرين اهي من الدرجة الاولى في متغيرين فلما جيت لسمتها اللي هم سين وصاد جيت لسمتهم طلعتلي دلة خطية والدلة الخطية دي من اهم الدوال اللي احنا بنستخدمها يعني ايه يعني هنفترض جدلا انه في سفينة مبحرة وفيها مشكلة دلوقتي حصل مشكلة وعمالة تقول الحقونة وبتاعه نعمل ايه لازم نحدد المكان بتاعها زي ما قلنا تكوين الشبكة التربعية اصبحت السفينة في بحر في قلب البحر وما احناش عارفين ان نوصل لها فبعمل ايه بحدد النقطة بتاع التواجدها هي قد ايه من خط جرينيتش يمين او شمال هي قد ايه من خط العرض اللي هو مدار الخط الاستواء فقدر اقول له ده افقي وده رأسي كم خط من هنا وكم خط من هنا فتتعين النقطة لاحدثياتها كذا وكذا عشان كده اما بتدرس في الجغرافية يقول لك ايه ان مصر تقع بين خط كذا 22 وانش عارف ايه شمالا وكذا يعني الحدود بتاعتك والحاجات دي تحدد بايه بهذه الشبكة البيانية والتي تحدث عنها الفيلسوف ديكارت عشان كده سمناها الشبكة الديكارتية او شبكة ديكارت او المحاور الديكارتية او محاور الشبكة التربعية اذا موضوع تحديد النقطة على خط ده موضوع مهم جدا فيه حياة اه للبشر لانه هقدر احدد مكان انت مكانا كنت قاعد في البيت دلوقتي يحدد بايه بخط طول وخط عرض وبين هذه التقاطع خط طول وخط العرض يوجد نقطة التقاطع انت تجلس في هذه النقطة اللي هي نقطة التقاطع معنى كده انه اه هنفترض انه اه عندي جات سفينة وعملت خط افك وخط رأسي وده من التطبيقات كده وانا حبيت ان اكلم معاكم كده بشكل ودي كده يعني بشكل العامية البسيطة كده ايه يعني انا هنا هو مثلا البخرة كانت هنا وهنا المسافة وهنا الزمن يعني ايه يعني هتقطع مثلا خمسة كيلو في ساعة فيبقى هنا بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة وهكسب فخمسة كيلو في ساعة تبقى هتبقى في الحتة دي تبقى البخرة ماشية كده طب هي بقى ماشية بنفس السرعة خمسة كيلو في الساعة خمسة كيلو في الساعة يبقى الخمسة كيلو التانين هتوصل عند مين يعني او او بعد ساعة كمان يعني بعد الساعتين كمان هتكون وصلت عند مين عند العشر طب بعد ساعة كمان يبقى انا قدرت احدد طول ما انا عارف سرعة السفينة وطول ما انا عارف الزاوية اللي هي طالعة به السفينة اللي احنا هنشتغل به بعد كده وبص انا بقول لك كلام عشان انا هحتاجه في الحلقة التانية فخلي بالك طول ما انا عارف السفينة طالعة بميل قد ايه هنا ومشي كده على طول هقدر احددلك بعد ساعة في اتنين بعد تلاتة فين فيقول لك السفينة كانت ماشية بسرعة مثلا خمستاشر ميل في الساعة وبعد تلات ساعات اختفت السفينة ايه يعني نقدر نوصل لها بساطة نبعث لها طيارات ونعمل لها الاغاثة ونعمل لها اللي هي عايزة ليه لاننا قدر احدد مكانها تطلع الى خط طول كده وخط عرض كده وفي النقل تقاطع وتنزل يبقى الموضوع مهم جدا في تحديد المستوى في التحديد الافقي والرأس يا سلام لما بنشوف الدلة الخطية بتعمل حاجات كتير تعمل حاجات في الاسعار اه يعني ايه يعني احنا بنقول ان معدل النمو في دولة ما انه كل سنة بيبقى بتزيد مثلا 7% يبقى منفتر انها بعد سنتين بعد ثلاثة بعد اربعة راسب لها يبقى اذا الدلة الخطية دي مهمة جدا يا ولاد والدلة الخطية من الموضوعات اللي انا عايزة تهتم بيها طيب السؤال بقى اللي انا كنت باسأله لكم وسؤال مشروع جدا انا عايز كلنا نجاوب عليه يعني ليه ليه انا لما جيت احط قلت واحد وسالب واحد وسفر ما قلتش ليه اتناشر وعشرين وخمسة وعشرين ليه قال لي حتة سفر واحد وسالب واحد دي هتحدد لي المنطقة دي اللي هي عند الخط الافقي ده بسفر فيقول لي النقطة هيه بص فين يعني انا عامل محاورة هيه وانا واقف عامل النقطة بتاع تقاطع المحاور تحت ايدي فلما حط له سين بسفرة هيحدد لي على محور الصادات اين تقع هذه النقطة يعني هجيب التقاطع مع محور الصادات طب بعد ساعة لا ما بعد الساعة يبقى انا هبعد هنا برضو مش هبعد عن الحتة دي عن الجزء ده فلما بص على الرسم بتاع ولادي كلهم حلقية رسم قريب جدا من بعضه متشابه لكن انا هفترض جدلا كده انه قالك سين باتناشر خلاص طيب سين باتناشر طيب ستطلع بكام طيب بيبقى اتناشر زي الواحد دي ديني تلاتاشر اجي بقى ادور على اتناشر خط الاعداد مش كده اتناشر انا عامل امثلها ازاي مش هيسهل تسهلة لكن تخيل بقى ان انا ده هو الخط المستقيم ده وقف هنا وقف هنا لا ده احنا قلنا خط المستقيم ليس له بداية وليس له ايه نهاية عايز تجيب اتناشر مد وهتلاقي عند اتناشر واطلع يقرأ قد كيه وشوف بعد قد ايه فين حتة طيب مثلا اه بعد تلاتة نطلع كده نمدي الخط ده كده بالمسطرة وبعد نطلع عند تلاتة ونغبط ونغبط فيه كده ونحدد ونقرأ هنا صد بكام فاقولك عند التلاتة النتج يطلع كده اربع يعني عما تكون سين بتلاتة ده الصد ده من الرسم بقى يطلع الاربع ايه ده ايه ده منين من الرسم طب ده يتطبع على المعادلة اللي احنا اشتغلناها دلوقتي او الدالة التالية تعالي هنشوف كده اهو انا من الرسم بتاعي دقيق طيب انا خدت سين قلتلك عند تلاتة اهي فحط سين بكام بتلاتة الله زود عليها واحد يا انا ربي اطلعت كام اربعة الله يعني اذا الرسم ايضا يستطيع ان يدل على هذه الدلة اللي انت بدهالي في صورة اه جبر فقدر يداني اه من الصورة البيانية الكلام ده هنحتاجه في اه اه برضو حلقة اخرى انا بس بفرش لك عشان تبقى فاكر الموضوع ده ننتقل الى دلة اخرى اه مهمة لو انا هعمل اه دلة بس المرة دي من الدرجة التانية احنا كلمنا عن درجة دلة سبتة دلة خطية دلوقتي احنا اتكلم عن دلة لكن اعلى قص المتغير فيها للمتغير فيها باتنين بقى اسمها دلة ايه اسمها دلة تربيعية ايه ده قال لي اوه مش انت بتقول قص اتنين واحنا قص اتنين ده معناه انه اه طول في عرض زي المربع مثلا طول قد عرضه فبيبقى فبنتكلم ناخد كلمة او مفردة اه تربيعي لكن هي عمتا بقول عليها دلة او معدلة من الدرجة الثانية من الدرجة الدرجة الثانية حاضر هغير انا معي لاني اتخلقوا معي ناس ايه بقى ناس شغالين بال عدوها طيب انا هنا دلة من الدرجة التانية لما يقول لي ده لسين اهو دل سين تساوي سين قصة اتنين ناقص تلاتة يا سلاح ايه ده او ناقص تسعة تعالى نكبرها او ناقص ايه خليها قصة اتنين ناقص واحد عشان ننصغرها ونعرف نعملها اعلى قصة المتغير هنا بكيه اتنين فعشان كده قلت من الدرجة الكام التانية تبرسمها زي ما رسمنا دي اهو اللي احنا رسمناها دي الدلة دي نعمل هنا سين ونعمل هيا دل سين وشوف النتج يطلع كيه بعض اشاد زيتي المعلمين بيحبوا يعملوا في الدلة التربعية يعملوا كده وانا يعني بحب التنظيم بتاعهم قوي جدا اهو شفت كده زميلت نعمل حاجة جميلة جدا كان بيقولوا ان هنا سين اللي هي اللي هي من غير قص وبعدين سين قص اثنين وبعدين يجي حط المعادلة سين قص اثنين ناقص واحد وبعدين يحط الناتج يطلع اللي هي دا السين تطلع بك يعني هو بينظم له بس طريقة الحل عشان ما يطلق بطر طيب ويجي حط اه خلي بالك في الدلة التربعية دي بالتحديد بيديني فترة ارسم فيها مثلا يقول لي اه من اتنين اه من سلب اتنين الى اتنين ليه قال لي الفترة دي عشان انا ما حطش اه بمزاجي بقى يعني هنا محدد الفترة اللي انت هتسم فيها واحنا قلنا التحديد دا بيبقى مهم عشان في الاخر يطلع لي الرسم موجود في الجزئية دي لكن انا لو حطيت اه هل هي لا اه بس الحتة دي بس اللي انا برسمها قال لي لا انا بعمل فرعين وبحط ساهمين ان الفرعين غير منتهيين ودي قضية منتهيين عشان ايه ما نختلفش فيها يعني انا باخد هو بيقول لي متخزا هذه الفترة او خز هذه الفترة كأنها مثال للشغل بتاعك حتى ترسم المنطقة اللي فيها رأس اللي انا هشتغل عليها واحتشوف ازاي فانا الوقت هاخد من سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين ما انا خدت من سالب اتنين لاتنين فاخدت العداد الصحيح اللي موجودة طيب انا لو ربعت السالب اتنين تديني اربعة لو ربعت الواحد سالب واحد تديني واحد لو ربعت السفر تديني سفر لو ربعت الواحد تديني واحد لو ربعت الاتنين تديني اربعة ده اللي هي سين تربية شفتوا يبقى انا جبت السين بالاعداد دي وبقى نربطها هنا وانا عايز اجيب النات اجيب دي فالصورة ايه بقى اربعة دي نقص منها واحد يعني ده نقص منه ايه واحد فالديني كام تلاتة طيب نقص منه واحد يعني واحد نقص منه واحد فالديني كام سفر طب نقص منه واحد فالديني سالب واحد طب يديني نقص يبقى هنا سفر اربعة نقص منه واحد ديني كام تلاتة كلام جميل والدنيا ماشية زي الفل طيب انا عملت كده لما نقص منه واحد دي بقى القيمة اللي هي مين اللي هي ده السين يبقى لما حطيت سين بسالب اتنين المعادلة كلها او الدلة كلها ادتني دالسين بكام بتلاتة فطلعت لي هنا مجموعة من الازواج المرتبة وانا هعمل بقى بالازواج المرتبة اهو سالب اتنين مع تلاتة سالب اتنين وهكتب قدامها كام تلاتة ده اول زوج مرتب تاني زوج مرتب سالب واحد وكام وسفر بعد كده سفر وكام وسفر سفر وسالب واحد بعد كده واحد وواحد بعد كده اتنين وسالب تلاتة تعال بقى هناخد ده زي ما هو كده وهو يبقى انا عندي اول حاجة هنا سالب اتنين وكام وتلاتة هدينا بينها وهناخد على المحاور بتاعتي اللي انا هلسمها اهو اهو هجيب بقى طبعا الشبكة وهبتدي قسمها بتقسيمات بتاعتي الجميلة المزبوطة بوحدات مزبوطة هدي واحد اتنين تلاتة عدد كده ما لا نهاية بعيد سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة نقط سالب ما لا نهاية بعيد مش على الخط برضو هنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة واحد اتنين تلاتة ونفس الموضوع انا عملت المحاور اهو وهبتدي امثل النقط اللي هو قال عليها اللي هي في الجدول اللي انا بشتغل بيه طيب الجدول اللي انا طلعته اهو موجود عندي و ادي النقاط سالب 2 و 3 فسالب 2 هي ودي 1 2 3 سالب 2 و 3 يبقى دي اول نقطة فهقول عليها سالب 2 و 3 اللي هي احدى سياته تعال ناخد التانية سالب 1 و 0 ادي سالب 1 و 0 يبقى تقع هنا هون مش كده سالب 1 و ما طلع 0 يعني لا طلع ولا نزل بعد كده اه واحد واحد يعني همشي كده واحد واطلع كده واحد اهي بعد كده اه اتنين واربعة ادي كده اتنين واطلع فوق اربعة فين? اتنين وسالب تلاتة اه طب لاحظ هنا بقى ايه? احنا طبعا انا عايز ايه? اخد النقطة اخد النقطة كده اه اتنين وسالب تلاتة هنا وهبتدي اعمل كده تاني هادي السين تربيع سين تربيع ناقص واحد احنا بس عشان من استهلكش ورق يعني احنا تعبينكو فيه اه سالب اتنين يبقى انا عندي اربعة واشيل منها واحد يبقى اربعة وثلاثة وبعدين سالب واحد يبقى ديني سالب واحد وصفر وبعدين سفر وسالب واحد وبعدين واحد وصفر وبعدين اربعة وثلاثة اتنين في اتنين باربعاش في الواحد يبقى ديني تلاتة اربعة وثلاثة تعالى بقى نعين النقط دي زي ما احنا قلنا عليها احنا قلنا كم وكم اربعة وثلاثة همشي كده اربعة واطلع كده تلاتة النقطة الاولى سالب واحد وصفر هدي سالب واحد وصفر النقطة التانية بعد كده سفر وسالب واحد سفر وسالب واحد اهو بعد كده كان اربعة وثلاثة ادي اربعة واطلع ثلاثة يبقى واضح انه هيبقى عامل كده وهيبقى في تماسل حوالين نقطة كده هنا هو ايه بقى اللي حصل عند التلاتة كانت قصاد الاربعة وعند احنا اخدنا واحد واثنين وعند التانية برضو كانت التلاتة كانت قصاد الاربعة فيبقى عند في التماسل ويبقى بيديني شكل قطع نعمله كده بيديني شكل قطع عامل كده فبسميه قطع او منحنى الدلة التربعية وده بسميه رأس القطع رأس القطع ودول اسمهم طرفي القطع ولما جرسم هلاقيه هنا متقاطع عند الواحد وعند السلب واحد يبقى انا عندي هنا لما كانت بسفر وعند هنا يتقاطع هنا عند السلب واحد قادي هنا الرأس اللي هو عندي ايه عندي سالب واحد في الرأسي وسفر عند الافقي ان هو تحرك للايمين ولا شميل الشكل ده بيقول لي ان الشكل ده اسمه منحنى الدلة التربعية يعرفوا بقى اسمه منحنى الدلة التربعية يبقى انا دلوقتي خدت منحنيين اه او خدت بقى دلوقتي اللي احنا قلناه تلات انواع من الدواء اللي احنا استغلنا فيهم اول حاجة الدلة الثابتة وانا عايز الدلة السابتة وبعيني الدلة السابتة ويليها الدلة الخطية وبعيني الدلة التربعية انا بس قبل ان يعني كنت بقول بسرعة فكنت حبيت اصيب لكم الحتة دي ان الدلة السابتة لما تيجي ترسمها بسرعة كده هيرسم لي خط مستقيم يعني لما قولك دال سين دال سين تساوي ثلاث يبقى دائما لو سين بسفر برضو صد بتلات بواحد برضو بتلات فيبقى سفر سفره وثلاث واحد وثلاث اتنين وثلاث لذلك هيطلع لي خط مستقيم يوازي محور السينات يبقى الدلة السابتة دا يلسين يساوي ألف آه يبقى النقطة دي اسمها ألف يبقى بيلسم خط مستقيم يوازي محور السينات ويقطع محور الصداد في النقطة سفر وألف يبقى ايه تاني اخر جملة وحنقفل عشان الوقت تجري بسرعة اهو الدلة السابتة دي تعني ايه تعني خط او ترسم خط مستقيم مستقيم يوازي محور السينات ويمر بالنقطة اللي احداثياتها كام يا شباب النقطة دي اللي احداثياتها ألف آه سفر وألف سفر وألف آه آه قطعها هو في الحتة دي اللي هو قطع محور السينات ابناء وبناتي الوقت بيجري بسرعة معاكو لكن اتمرنوا كتير على الرسومات دي وخلي بالكو انه ده مشروع حياة التعامل مع الشبكة البيانية حياة انا بحدد فين الرجل ده عشان نروح ألحقه ابناء وبناتي كان معكم عدل عبد الموجود فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة